السلام عليكم والإخوان حياكم الله معكم أخذيكم علي بريش دائما فيما يخص قضية صحراء المغربية وهي قضية مقدسة عن الشعب المغري العظيم حقيقة هو خبر شجاع خبر يصحق التشجيع والتنويه وتحياتنا لهم من هذا المنبر الرجال ونعم الرجال شجعان بارك الله فيه تمكنوا هاكرز المغاربة شباب من اختراق الموقع التلفزي الرسمي لتابع البوليزاريو التلفزة الرسمية ما يسمى رسد تي في اللي كتمثل جبهة سو جبهة البوليزاريو سقطوا ببتهم وطلقوا في عواضه ببت قناة العيون الجهوية بحيث الإخوان تفاجئوا بالأمس ساكنة مخيمة تندوف باستبدال البت تابع لجبهة البوليزاريو ببت المتلفز لنشرة الإخبارية المسائية الثامنة والنصف لقناة العيون الجهوية كانوا السكان مخيمة تندوف كيشاهدوا تخيلوا معي لأنه كيتفرجوا كيشاهدوا التلفاز الرسمي تابع البوليزاريو كيشاهدوا كيسمعوا لأنه كان أقساف أقساف متمركزة السيدفة تموقعات الجيش المغربي في الجدار الرملي وأن البوليزاريو قصفت ودمرت ولمغاربة خلاهو كين قتله في صفوف المغاربة حتى اطلع لهم يعني التلفزة الجهوية لمدينة العيون وعادوا الصحراوين في مخيمة تندوف كيشاهدوا لقطات من المهرجان الدولي بالتويسقي وهذا مهرجان الرحل اللي كان فيه صفاق يعني البل صفاق الجمل ومهرجان تقافي صحراوي تحجئوا هادوا الصحراوين في مخيمة تندوف تتضموا تخيلوا تخيلوا أخوتي انت كنت بصفتك مثلا بين قوسين الليحد بصفتك واحد من البوليزاريو كنتي كتفرج في التلفازة تابع البوليزاريو ما تسميه راسد تيدي وكيسمعوك على ان البوليزاريو قصفت هذا التويسقي وقصفت آسا وقصفت وقصفت ما تسمي بين القوسين تخندقات العدو حتى كيطلع لهم مهرجان في هاد المنطقة وفي الصحراوي كيشاهدوا هاد المهرجان وكيتفرجوا في هاد المهرجان وكيتفرجوا في التقافة الصحراوي باخير و الاخير هذي صدمة هذه كارثة بكل ما تحمل كارثة من معنى لهم انا حقيقة بصفت مواطن مغربي ارفع القبع لهؤلاء الشباب الهكرس اللي اخترقوا التلفازة الرسمية اللي كتنطق باسم البوليزار وتصدوا فعلا المناورات العدائية الجزائر البوليزاريو وكيتعرفوا هاد الجزائر وضفت الاعلام وضفت الفن وضفت شعر فقط انها تدير واحد شرخ داخل المغرب لانها تقسم المغرب لنصفين وحتى انها تقسم الشعب المغربي لنصفين هذو المغاربين في الشمال يقولون انهم مؤلاء شلوحة بينما الصحراوي في جنوب يقولون انهم مؤلاء صحراويين هذا صدوا لي فقط بسهولة هؤلاء الشباب اللي هاقرز بحيث تجأ تصدموا الصحراويين في مخيمتين على انه القناة مهرجان مشاركين في الصحراويين وبالاعلام المغربية والثقافة الصحراوي ومفتخرين على انهم مغاربة ومن اماكن ومواقع يوميا كتتكلم البوليزر على انها قصفتها وانها يعني مزعزع امنين وانه المغاربة خايفين وهاربين وفاررين وكي الأمور خطيرة في المغرب وهذا شي يوميا كتروج ليه الجزائر وكتروج ليه البوليزر وهنا نأكدو لكم على انه كتنتظر للمسؤولين القائمين على التلفزيون الرسمي البوليزر عقوبات من الجزائر من الجزائر نفسها ما هم البوليزر ومن الجزائر لانه اختراق خطير باش تختارك الموقع او التلفز الرسمي التابع على البوليزر وتبت الحقيقة في صحراء المغربية هذو المسؤولين القائمين على الاعلام التابع البوليزر وكتنتظرهم عقوبات قاسية من الجزائر كذلك اكدوها اولا الشباب على هشاشة المنصات الاعلامية تابعة للبوليزر وهشاشة الدعاية المشروخ للأعذاء سواء الجزائريين او البوليزر بسهولة 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 يقدر ضرب لهم كل شي في الزير ما بناه من الـ 75 اليوم يقدر شاب مغربي ضرب لهم كل شي في الزير حيكم الله ويحي الشعب المغرب العظيم ترجمة نانسي قنقر